و الله بيدي قيادة بالأحلام يعني يوسف النجار ما كانت عارف هيعمل ايه هيروح فين يوسف الحلو قوي فيه كمان انه حلم اربع احلام يعني في خلال اسححين نشوف اربع احلام وكلها قيادة انه الاول كان خايف انه مش عارف يتصرف ازاي مع العذراء مريم لكن ازاي انه بحلم ما تخافش انك تاخد مريم زوجة ليك وطمنه خلاص وقاده في الحتة دي وبعد كده لما كان فيه خطر لا انزل لمصر يا يوسف لانه دلوقتي هيرودس خطر على طفل يسوع المسيح كمان الوقت امتى تتحرك من مصر وترجع تاني وكمان مش بس امتى ترجع لكن كمان لما رجع الاراضي المقدسة مش في اي حد تقعد فيها لأ ده عايزك تروح فوق عند الجليل كل ده اربع احلام بتفاصيل قيادة محددة الرب ازاي عايز يكون بس الحلو كمان في الاحلام بتاعت يوسف والحاجة الجميلة قوي انه اسم الرب يسوع جاه في حلم يعني لما الملاك كلم يوسف قال له هتدعو اسمه هيكون يسوع 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 انه يخلص شعبه من خطيات ده جاه في حلم ازاي ان الرب بيعمل امور عظيمة جدا واعلانات عظيمة جدا وقيادة رائعة في قطوات حياتنا ممكن من خلال حلم سلام يا رب ده احنا عايزين نتكلم ونتعلم ازاي ان انا افتح نفسي علشان الله يكلمني باحلام واهيأ نفسي ان فعلا نكون ناس بتستقبل من الله احلام ورؤى واعلانات ونقبل عمل الروح القدس في حياتنا من خلال الاحلام